اشتركوا في القناة المراجعة اللي انا هشرح النهاردة بإذن الله عبارة عن اسئلة اضافية ظهرت بعد كده فيه كوزات وامتحانات يبقى اذا اللي موجود معاكو في الفيديوهات زائد اللي موجود هنا مهم جدا لمراجعة الكوزة اول سؤال بيقوله لي بيقول لي what does regular expression الموضح امامكو دوة بيطابق اي من التعبيرات نفتكر بس regular expression هي عبارة عن مجموعة من الexpressions او التعبيرات اللي بتسهل علي عملية البحث عن نص معين داخل ملف تيكست مثلا او بنستخدمها وده الاستخدام الاشهر في عملية ال data validation ان نعمل matching ما بين ال data لليوزر بيدخلها وشرط معين بيضع المبرمج اللي احنا عايزين نفهمه هنا ان الرمز اللي هو دي جاي من كلمة digit وان اتنين معنى كده ان هو رقمين اتنين يعني انا عندي اتنين digit طبعا ال digit بتتراوح ما بين الصفر وما بين كام ما بين التسعة يعني الexpressions دوت مقصود بيه انه هو عايز رقمين اتنين ممكن يكون واحد اتنين ممكن يكون خمسة ستة ممكن يكون سبعة تمانية المهم ان هو بيعمل matching الاثنين digit عايز ا اكد على نقطة هنا انه matches لstring dd يبقى لازم الاكسبريشن اللي موجود عندي حيكون هو dd نصا زي ما هو النقطة اللي بعد كده بيقولي المنظمتين او الشركتين اللي بيهتموا بالويب والانترنت هم مين طبعا هي ال W3C اللي هي ال World Wide Web Conestorium والانترنت انجينيرينج تاسك فورث ونراجح كده ان ال W3C كانت هي المسؤولة عن البروتوكولات والويب تيكنولوجيز زي ال HTML وال XML وال CSS اما الانترنت انجينيرينج تاسك فورث فهي المسؤولة عن البروتوكولات على سبيل المثال بروتوكول HTTP السؤال اللي بعد كده بيقولي which of the following is a will format XHTML حضراتكوا عارفين ان ال XHTML علشان نقول ان التكست او الكود الخاص بيها will format كان فيه مجموعة من الشروط اول حاجة ان التاجز اللي موجودة عندي او اللي هي ال HTML تاجزة لازم تكون كلها small يعني معنى كده ان هي لازم تكون lowercase طيب الفقرة ايه خطأ ليه لان هي المفروض ان ال B هنا B capital فمعنى كده ان ده خطأ الحاجة التانية فيه حاجة عندي اسمها empty tags المتاجز دي من اشهرها break roll اللي هي الكود ده وكمان ال image فالقواعد الخاصة بال H او ال XHTML بتقولي انه لازم ال empty tags دي لازم لها معاملة خاصة ان احنا بنسيب مسافة بعد كلمة PR وبعدين نضع slash يعني معنى كده ان الكود ال B خطأ لكن الصحة هيكون هو مين هو ال D طبعا الفقرة C خطأ كمان ليه لانه من اهم الشروط الخاصة بال XHTML موضوع النستنج او تداخل التاجز مع بعضها لازم يكون عملية النستنج سليمة طيب هل النستنج في الفقرة C خطأ نعم ليه لو بصينا كده هنلاقي ان هنا باراجراف والمفروض ان نهايتي لازم تكون باراجراف يعني هنا يكون B انما هو عامل ايه شايفين هنا هو بادي بال B باراجراف وبعدين جه هنا باراجرافها هي وبعدين ال B موجودة ما بين ال باراجراف وبعضها طبعا الكده التشكيل دي غلط يبقى نراجع الفكرة دية احنا بنقول ان ال XHTML بتفرض علي مجموعة من الروز علشان نقول انها will format اول حاجة ان التاجز اللي موجودة عندي لازم تكون كلها lowercase والحاجة التانية التعامل مع الامتي تاجز لازم نضع مسافة قبل اللي هو القص الاخراني وطبعا بنضع اللي هي الشرطة الميلة الحاجة التالتة كمان انه عملية النستنج لا تم تتم بصورة سليمة النقطة اللي بعدها بيقول لي يا ترى هو ايه هو ال Dominant Protocol او البروتوكول الاكثر شيوعا على الويب طبعا اكثر بروتوكول هو بروتوكول ال HTTP او ال Hyper Text Transfer Protocol المفروض ان بيكون عندي هنا client وعندي هنا server ال client بيطلب صفحة وب من السيرفر فالسيرفر بيجهز له صفحة الويب ويبعتها له طيب هل ال HTML بروتوكول لا ال HTML ديات اللغة لتصميم صفحة الويب ال XML برضو نفس الحكاية دي لغة برمجة لكن مين هو البروتوكول اه هو مفيش غير ال HTTP طيب هل ال IP تي سي بي بروتوكول لا هو في بروتوكول اسمه TCBIB فالاسم هنا كمان غلط يبقى ككلمة بروتوكول دي بس ما قدمناش غير الاختيار HTTP النقطة اللي بعد كده بيقول لي إذا السمبلر and default request method used in web browser هي ايه؟ احنا خدنا قبل كده ان احنا عندنا طرقتين لإرسال البيانات من كلينت لسيرفر يا اما بيكون الجت يا اما بيكون البوست ما عنديش حاجة اسمها بط ولا عندي حاجة اسمها standard فمعنى كده ان اختياراتنا يا اما يكون الجت يا اما يكون البوست طيب هو عايز الطريقة الابسط والطريقة الافتراضية الابسط والافتراضية هي الجت طيب يا ترى هي ايه؟ هي ميزات الجت او اول حاجة انها سمبل ليه؟ لان ما تنجي تبعط بيانات بتبعطها مباشرة في عنوان صفحة الويب بتلاقي مكتوب هنا النام وبيساوي الفاليو الخاصة به وبعدين النام وبعدين يساوي الفاليو وبنلاقي الكلام ده مظهر مباشرة في عنوان صفحة الويب معنى كده انه not encrypted واي حد يقدر يشوفه ده غير كمان انه بتظهر في الهيستري وبالتالي لا يستخدم الget method لارسال الباسورد والبيانات السنستيب طيب ما للعكس بتاعها ايه؟ او الطريقة الافضل لارسال البيانات اللي هي البوست البوست لا تظهر البيانات الخاصة بالform اللي هي النام والفاليو والنام والفاليو ديت ما بتظهرش فيه ال URL او شرية العنوان الخاصة بصفحة الويب لكن بيكون داخل ال message body وما بتتخزنش في الهيستري وبالتالي بيكون صعب اختراقها سؤال اللي بعد كده بيقول لي all of the following are nilson's quality component مع عدمين طيب طيب قبل اي حاجة احنا عايزين نعرف هي ايه هي ال nilson's quality component ال nilson's quality component هي عبارة عن خمس نقاط ممكن يجيلي سؤال مقالي اول حاجة فيها learnability learnability هي سهولة تنفيذ وظائف الموقع وتعلمها النقطة اللي بعد كده اللي هي efficiency اللي هي يعني كفاءة سرعة وكفاءة تنفيذ وظائف الموقع اللي بعد كده المفروض انه في حاجة اسمها memorability يعني قدرة المستخدم على تذكر طريقة استخدام الوكهة النقطة اللي بعدها اللي هي ال errors او الاخطاء اللي بتظهر وطريقة التعامل معها اخر حاجة طبعا هنا كان فيه errors وكان فيه هنا memorability واخر حاجة قلناها اللي هي satisfaction او مدى رضا المستخدم عن النظام طيب هو بيقول لي اي من الاختيارات الموضحة امام دي لا تنتمي لقواعد نيلسون طبعا هي كلمة performance دي مش موجودة عندي خالص سؤالنا اللي بعد كده بيقول لي ال SQL بترمز لايه او اختصار كلمة ايه طبعا SQL اختصار كلمة structure query language هي عبارة عن لغة لاستعادة البيانات من قاعدة البيانات ممكن نعمل عملية insert او delete او update او ضرب التاتابيس كاملة يعني اوامر بنوجهها لنظام ادارة قواعد البيانات للحصول على البيانات منه سؤالنا اللي بعد كده بيقول لي ال PHP code اللي احنا بنستخدمه علشان نعرف متغير هو ايه؟ طبعا علشان نعرف متغير في لغة ال PHP فالمفروض ان احنا بنكتب dollar وبعدين نكتب اسم المتغير طيب في حالة الجواسكريبت لا في حالة الجواسكريبت بنكتب اسم المتغير وخلاصة السؤال اللي بعد كده بيقول لي to print علشان نطبع كلمة I like this course باستخدام ال PHP هنستخدم طبعا هنستخدم وبعدين نفتح قوس علامات تنصيص ونكتب النص المراد طبعته طيب عايز ااكل على حاجة ان كلمة document.write I like this course دي برضو بتستخدم لطباعات النص لكن دي في الجواسكريبت دي في الجواسكريبت انما echo دي موجودة في ال PHP ممكن السؤال يجي لي بدل ما يقول لي ان هو بال PHP واللي بالجواسكريبت رقم C مفيش حاجة زي كده وبالتالي رقم دي خطأ نيجي للسؤال اللي بعد كده بيقول لي an open source option that it is fully HTML وال-HTTP compliant الفكرة كلها هو عايز برنامج البرنامج يكون لها القدرة على عرض صفحات الويب والتعامل باستخدام بروتوكول ال-HTTP هل هو ال-client ولا السيرفر ولا الميدل ولا ال-data tier طبعا هو ال-client tier ال-client tier مقصود بيها البروزر 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 او المتصفح بتاعي اللي هو زي الانترنت اكسي بلورر او الفاير فوكسا بيمكنه عرض صفحات الويب اللي بيتم الحصول عليها باستخدام بروتوكول ال-HTTP اما السيرفر تير فاشهرهم هو الاباتشي انترنت انفورميشن سيرفر وفيه كمان سيرفر اسمه تومكات تقريبا دي الحاجات المشهورة ال-data tier زي mysql او sql server وفيه كمان oracle cybase حاجات كتير رقم 11 بيقول لي which of the following اي من دوال ال-BHP المفروض ان هي بتعمل sorting يعني بترتب العناصر اللي موجودة فيه مصفوفة يبقى which of the following php function sorts بترتب ال-r-variable اول حاجة احنا عايزين نعرف الدوال دي معناها ايه shuffle معناها خلط مقصود بها ان انا بعمل عملية randomizing او اخلي ترتيب عناصر مصفوفة ما عشوائية يعني دي مش بترتب اللي هي shuffle دي مش بترتب لكن هي بتحمل عملية randomizing لـ items اللي موجودة دوه array فطبعا shuffle خطأ نمرة 2 ونمرة b ونمرة b دي ممكن يكون فيهم سليمة اه جاي على اساس كلمة sort sort يعني يرتب بس ما الكلمة ايه اس دي جاي منين جاي من كلمة ascending ascending يعني ترتيب تصاوضي فالمفروض ان هي بترتب عناصر مصفوفة ترتيب تصاوضي طيب يا ترى انهي الصحة فيه ال-b ولا d هي الصحة فيهم هي ال-b ليه؟ لان المفروض ان انت بتبعث المتغير اللي اسمه student ليه؟ الفانكشن فعلشان الفانكشن دي بتبقى الارجومنت الارجومنت على شكل variable يعني لازم يكون قبله dollar sign لكن هنا لو حضركوا بسيتوا مش هتلاوه هنا dollar sign فالصيغة دي اصلا غلط لكن الصيغة السليمة لترتيب العناصر اللي موجودة في مصفوفة ما هنا بنستخدم assort ونكتب كده dollar والvariable name الخاص بي المصفوفة سؤالنا اللي بعد كده بيقول لي echo I like this course is a statement written in الجملة دي جملة مكتوبة باي لغة طبعا جملة او كلمة echo هي عبارة عن كلمة موجودة جوه لغة ال-bhp لو شال كلمة echo دي وخليها document.write فالمفروض ان الاجابة السليمة حيكون javascript رقم 14 سؤال جديد بيقول لي يا ترى هو هدف السلكتور جوه ال-css role a السلكتور المفروض ان هو بيحدد لي جزء معين من ال-xhtml لدوكيمنت علشان نطبق عليه ال-style طبعا احنا عارفين ان ال-style هو عبارة عن مجموعة من التنسيقات طيب التنسيقات دي حتتطبق على ايه؟ مثلا على صورة او على سطر معين او على paragraph او على table فمين اللي بيحدد المنطقة اللي حيتم عليها تطبيق ال-style اللي هو السلكتور سؤالنا اللي بعد كده بيقول لي which statement اي من الجمل التالية تعتبر جملة صحيحة؟ طبعا لو احنا قرينا الجمل دي حنلاقي كلها خطأ مع هذا الجملة اللي هي بتقول ان ال-w3c اللي هو ال-world wide web canisterium مسؤولة عن عملية وضع المواصفة القياسية للتكنولوجيز المرتبطة بالويب اللي هي زي ايه؟ زي ال-css وال-xml وال-xhtml طيب الجملة دي خطأ لانه مفيش حاجة اسمها world wide web عندي في المنهج الجملة دي خطأ ليه؟ اللي هي رقم c لو حضرتك بسيط وكده بتقول لي ال-xml doesn't require stricker syntax يعني ما بيكونش عندها قيود على استخدام كلمات اللغة مثلا زي ما هو في الحال في ال-html طبعا ده كلام معكوس لان ال-html الأمور فيها عيمة انت ممكن تكتب التاجز اللي موجودة عندك small أو capital حتشتغل معك انما في ال-xml لا مفيش الكلام ده لازم التاجز اللي موجودة عندك كون small ولازم تكون عملية النستنج والكلام ده كلها متزبطة انما في ال-html فالأمور عيمة فمعنى كده ان الجملة دي خطأ وطبعا الجملة دي خطأ يبقى ما قدمناش غير الفقرة بي اللي بعدها بيقول لي for users علشان اليوزرز اللي موجودين عندي يحصلوا او يلاقوا الصفحات اللي هم عايزينها بطريقة سليمة وينفزوا المهام المطلوبة منهم لازم يحصل انه الويب سايت او موقع الويب لازم يكون مترتب ومتنظم ويعني مثلا حضراتكوا عارفين ان احنا عندنا اشكال لتصميم موقع الويب اللي هو الانير تقريبا وحاجات زي كده فده النقطة اللي بيتكلم عليها لو شفنا الفقرة ايه فبيقول لي هنا اي تصميم لصفحة الويب حيكون كافي لليوزرز طبعا ده كلام غلط الفقرة بيقول لي انه dissatisfied اللي هم اليوزرز اللي مش راضين عن الموقع هيعيد الدخول لصفحات الويب مرات عديدة ازاي اذا كان هما مش راضين عن الموقع اصلا ويبقى الفقرة بيه خطأ طبعا الفقرة سيه زي ما قلتلكو هي الصح والفقرة دي بيقول لي ولا واحدة من الجمل دي جملة سليمة طبعا دي بربطة رقم 17 بيقول لي الكلينت سيرفر هانديشيك هانديشيك يعني مصفحة يعني اتنين بيبعتوا بيانات لبعض فالمفروض ان الكلينت سيبعت زي ريكوست والسيرفر يرد عليه فبيقول لي هنا ان الكلينت سيرفر هانديشيك بتوضح لي ايه؟ طبعا بتوضح لي المعلومات المتبادلة ما بين الكلينت وما بين السيرفر رقم 18 بيقول لي الديفجن تاج او الديف تاج الديف تاج دي هي عبارة عن تاج مهمة جدا جدا جوا اله تي ام ال ودي وظيفة ولازم تنعرف هي بتعرف ديفيجن كزء من اله تي ام ال دوكيمنت او سيكشن من اله تي ام ال دوكيمنت وبنستخدمها علشان نعمل جروبينج او نجمع مجموعة من العناصر علشان نطبق عليها كود سي اس اس مرة واحدة رقم 19 بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي الكود ده اللي هو فورم وحددنا الاكشن وبعدين المسود وبعدين النم يطرق الكود ده بيعمله؟ طبعا ده كود علشان نعرف فورم وهنا محدد الاكشن او ملف البي اتش بي او الاس بي او البايثون اللي هيقبل البيانات اللي كانت موجودة فيه الفورم اما المسود فهي الطريقة اللي بيتم بيها ارسال بيانات الفورم وحنا عارفين ان عندنا ثلاثين يا اما جات يا اما بوست النام هو اسم الفورم طبعا الحاجات دي كلها وظفتها ايه؟ بتعرف البراوزر او المتصفح اللي موجود عندي ان الكود ده عبارة عن كونتينر بنستخدمه لانشاء فورم رقم 20 بيقول لي ال Client Server Architecture دي بنسميها ايه؟ طبعا Two Tier Architecture لانها اتنين Client و Server رقم 21 بيقول لي من اشهر البروتوكولات المستخدمة فيه Service Oriented Architecture هي Simple Mail Transfer Protocol ده لارسال البريد الالكتروني طبعا البلين يعني ما بيكونش فيه ايه الاتشمنت الاتشيتيتي ببروتوكول علشان نستقبل صفحات الوب من السيرفر الاف تي بي رفع الملفات طبعا الاجابة الصحيحة هي كل البروتوكولات دي متاحة فيه Service Oriented Architecture اللي السؤال الاخير بيقول لي ال Regular Expression اللي هو موضح امامك دوت بيطابق اي من التعبيرات دي اول حاجة خلينا ناخد ال Regular Expression ده نقطة نقطة ال Dot وبعدين Asterix معناها اي حاجة معناه كده ان البداية بتاحتك ممكن تكون حرف او مجموعة من الحروف لكن كلمة By يعني معناه كده انه لازم يكون فيه By وبعدين الدولار دي مقصود بيها ايه؟ يعني كلمة By دولار دي مقصود بيها انه لازم نهاية الكلمة يكون فيها By فين الاختيار اللي فيه By في النهاية؟ فيش غير ده؟ طيب خلينا نفترض ان هنا دي كانت مشتوبة مكادش موجودة كلمة لندن دي معناه كده ان كلمة By ديت او الاختيار ده برضو هيكون سليم يبقى اذا الجملة دي مقصود بيها ان احنا عايزين ندور على النص اللي في نهايته كلمة By طبعا الاجابة الصحيحة هي Goodbye